موسيقى المحرمات أو التابهات بمجتمعنا الفلسطيني من خلال المسرح والسينما قلت إذا بتنعرض الجمهور ما بيجي بحضرها أو ما بيجي بسمعها ولكن من خلال الواتساب أو الفيسبوك أو ما إلى ذلك مستعد أن يشوفها التغيير مين بيعملوا؟ الفنانين؟ مين بيعملوا إحنا كإعلام؟ الجمهور المتلقي؟ مين بدو يجيب هدول الناس؟ قلهم لا تعالوا اسمعوا عن تفاصيل عم بتدور حواليكم وممكن تكون في بيتك وممكن تكون عند جارك عند ابن عمك وعند ابن خالك؟ الكل مع بعض بالتعاون أول شيء إحنا تقع على عطقنا هاي المسئولية إنه إحنا نشكل نجيب تشكيلة كمان نجيب إشياء اللي الجمهور بيختارها بس قدم الجمهور كمان خطوات لقدام الجمهور بده مين يمسك إيده ويخده شوي لقدام إذا أنت بتظلك تعرض كل الوقت بس إيش بيحب الجمهور أنت بتظلك بمحلك بتظلك بس تضحك الجمهور على إشياء هلقدي صغير إحنا بدنا إنه نتوسع إحنا بدنا إنه نتثقف فنيا كيف الواحد بتثقف فنيا؟ بإنه يحضر كتير في كتير فنانين بيقولك المقول الشهير الجمهور عايز كده أنا بمشي حسب شو بده الجمهور ابني بيحب يأكل كل يوم هامبورجر بعطيه كل يوم هامبورجر بيموت على البنبة لولد صغير كل يوم بطعمي بنبة بعطيه بره بنبة عشان هو بيحب بس بعطيه كمان إشياء مغذية بعطيه الخضرة مظبوط بعطيه اللحمة إذا كان بيقل اللحمة مش نباتي في اليوم نباتي في الخضرة فيه كتير الأنواع بس إنه بشكله وبعلمه إنه لا ماما فيه هاي إشياء صحية هاي إشياء ممكن تكلها هاي مرة به مش عم بقول إنه ما تعطيهش للجمهور يعني بفكر أعطيه وخو يعني كل شيء أخده وعطه فعلا عم تحكي بتفاصيل مهمة جدا فعلا مجموعة من الصور هيك نروح نشوف نمرق صور ونتحدث عن الصور خلينا نشوف الصورة الأولى لو سمحتوا لا نتحدث عنها مع خولة الحاج يا رب تكون صورة حلوية يلا الصورة حلوية حلوية صح طيب لما ما تطلع الصورة عم بحكولي إنه شوي وراح تكون موجودة معانا الصور الصور كصور لما بنحكي على صور شو بتعني لك الصورة تديش بالنسبة لأقلك إنك تخلد إياه تلعت الصورة حضرتك مع الفنان لأورو شام من فوضى تطلع الصورة بتخلد لحظة فيه أشياء لحظات حلوية بحياتك إنك أنت تخلدها أنا مرات باخد الصور القديمة الموجودة عند أهلي وبعد أطلع عليها بتشوف لحظات عن جد مرات بتوقف شعر البدن كيف الناس هلقد تحضرت لإنه تاخد هاي الصورة زبطت قعدتها لإنه تاخد هاي الصورة اجتمعت العيلة حد بعض ترتبت وتصفتت لانه تاخد هاي الصورة في لحظات حلو انه تترخ حلو انه تتخلد لكن فادي هلأ بالالفين وسبعتاش اليوم كل لحظة وكل صحن وكل طبخة وكل مطعم وكل لبسة وكل صفرة لخارج البلاد وكل نزهة بعكة ولا بحيفة ولا بتلافيف ولا وين ما كانت تكون كلها بتتخلد الناس هلأدي ملتهية بانه تخلد اللحظة من انه تعيش اللحظة وانت كانت هاي الصور عن جد الى قيمة وإلى ثمان وإلى هاي لما كانت هاي الصورة اشي نادر اشي لازم تحافظ عليه اليوم انت قداش بتمسك البلافون وبتمحى يوميا عشرات الصور مش كل لحظة بتتخلد لكن الصور في الى قيمتها هلأ نقول انا مع اهلي بحب انه كل مرة بتلاقى مع ابوي ابوي شاعر بحب انه يقول اشي من الشاعر انه اسجله انه هاي هذا اشي مهم لإلي انه اخلي اشي من هذا الشخص يدل في اشي محفور يخلده اما مش كل صحن بطبخه بخلده هذا ترند بنرجع للصورة اللي احنا شايفينها من فوضى مسلسل فوضى اللي عمل فوضى عمل فوضى كبيرة اتوقعتي هاي الفوضى خوال اتطلع من لما قرأت الورق عرفت انه هذا برنامج برنامج حساس بس انا اللي اتخيلته بالاصل انه المجتمع العربي الفلسطيني والمجتمع اليهودي الاسرائيلي التنين يقوموا علينا الاشي المفاجئ كان انه التنين حبوا العمل وتعاطفوا مع العمل كتير عشان كانوا متشوقين ومستنين لنجيب اشي اللي يشبه هذا اللي حكينا عنه قبل يشبه هاي اللحظات اللي المجتمع هذا بقضيها هدول اللي عملوا فوضى اللي خدموا بالجيش ومرأوا هاي اللحظات هم ما جابوا اشي من كوكب المريخ هم جابوا اشياء مرأوها على حالهن وعشرات من الناس مرأتها على حالها هلأ اتعاطفت الناس معاها لانه شافت اشياء بتشبه الاشياء هي اللي مرت عليها واحنا العرب بتعاطفنا مع اشياء لانه شفنا اشياء بتشبه الاشياء اللي بتمر علينا وانت انت بتصيب يعني مش زي اللي بترمي السهم وبدك توصل للنص وانت بتوصل للنص لما انت بتجيب على الاشياء اللي هي عن جد بتقرسك وبتحك لك جلدك اللي بتواجعك على الساعة صحيح صورة اخرى عم نشوف كمان برضو هاي من فوضى من فوضى وهاي كانت بالافتتاح بالفرميارة بقديش اليوم انت سعيدي خولها انه بالسنوات الاخيرة الجمهور العرب الفلسطيني بدأ يلتفت للإعلام الاسرائيلي بدأ يهموا المضامين اللي بعطينا اياها الإعلام الاسرائيلي ان كانت مضامين اخبارية اجتماعية وكمان يعني مسلسلات مهم جدا مهم جدا انت عايش بمحل ما بتقدر تعيش بمحل لحالك انت مش عايش لحالك احنا مش مجتمع عربي فلسطيني اللي عايش لحاله احنا مجتمع عربي فلسطيني اللي عايش مع كمان طرف شئنا او قبينا ايش قالت هديك البنات شاءو ام قبائو شاءو ام قبائو شئنا او ام قبائنا هذا وضع قائم في سكنين على هاي الأرض عرب ويهود لا احنا رح نزتن على البحر ولا هن رح يزتون على البحر لازم نتعلم نتعلم كيف نعيش مع بعض احنا مخلقناش مع هاي الصفة كيف نعيش مع بعض احنا منتعلم كيف نعيش مع بعض عشان هيك انا سكني في واحد السلام انا بقول هذا هو الاشي الصح لهذا المحل لهاي الأرض بعدين بكفة نتقاتل على الأرض هاي الأرض احنا التنين عايشين عليها احنا التنين هاي الأرض شبعة دم هاي الأرض شبعة عنف الأرض اللي احنا سكني عليها أنا وانتي والكل هاي الأرض شبعاني ارتوت بكفيها احنا بدنا نعيش بدنا نتقبل الطرف الآخر نتعلم كيف نعيش معها بمستوى النظر اذا طبعا هو يبدو الاشياء بتقعش بس على عاتق وعاتق فادي وعاتق المجتمع العربي في هون طرف تاني انت بدك تمد الإيد بدك إيد اللي توجه تمسكها وتسلم عليها مزبوط ولا لا؟ بكتار بيقولوا لو انه اليوم المجتمع السياسي الإسرائيلي يشبه المجتمع الفني الإسرائيلي لكنا عايشين بألف خير يعني بالأخص بالمسارح اللي كمان يعني تعمل على التعايش الفلسطيني الإسرائيلي شو رأيك؟ أول اشي تعال نقول اذا انت بتطلع على السياسيين بتحسن كليات الممثلين للأسف الشديد يعني كلهم بيمثلوا علينا في منهم صادقين على فكرة بيلعبوا اللعبة على الآخر لدرجة أنه تعطيهم الأسكر بالتمثيل المئات ألافة الناس اللي بمشوا وراهن للأسف الشديد بيستثمروا مهنتنا وبستغلوا مهنتنا لإشي مش منيح بس آه أنا بفكر أنه إحنا متقدمين عن السياسيين الفن متقدم عن السياسيين بدنا كمان صورة يا شباب في عنا ها الصورة هاي من هيلة هوب من هيلة هوب أنت والفناني عنات حديد هذا العمل المسرحي الجديد يلي حصل كمان عجائزة رح نحتي عنهم بعد شوي ولكن هيلة هوب العمل يلي أعدتي وترجمتي أنت وعنات مزبوط فوتين أكتر بتفاصيله هيلة هوب عمل نسائي نسوي بتعامل مع قضايا نسائية بين خوات بين مرأة وزوجة بين بنته أبوها بين مرأة ومجتمع وبين إشياء اللي كل النساء بيوجهوها إذا كان فقر إذا كان تعب من الشغل إذا كان كل الإشياء اللي بتمر علي وعلى أمك وعلى أختك وعلى صاحبتي وعلى جارتي إحنا بنحاول أن نتناولها بهيلة هوب بطريقة ستيرة شوي كوميديية هي مش كوميديا سي قريبة من الكوميديا ساخري آه قريبة من هاي يعني إذا بتحاول أن تحطها تحت مربع داخل مربع معين كتير سعب لأنه فيها من هذا وفيها من هذا وفيها من هذا بس بفكر أنه لإلي عمل كتير كتير مهم بالألفين وسبعة عشر من إنتاج مصرح الحياة بالرملي مصرح الحياة بالرملي هو كمان إشي كتير مهم لإلي إنه أنت لما تسمع الرملي أكتر إشي ممكن ما تتخيلوش هو مصرح بس آه في مصرح بالرملي وإلي بعمل الحياة الحياة فكر إنه قسمه كتير شلوه مناسب صحيح فهذا العمل من إنتاج مصرح الحياة أنا وعنات حديث أنا بدأتوقف عند التسمية إحنا بنحكي على عمل نسائي نسوي هلا هوب هلا هوب بلأدي يعني بقولك بالفكرة مش الكل بعرفوا أشي يعني هلا هوب إما بنعرض بالجنوب أو بالمركز الهلا هوب هو الكلسات الميلون الكلسات الستات اللي بلبسوهم في منهن بعرفوهوش إنه كمان القسم هو هاي بس بديش أقتلك المفاجأة ليش هيك قسمه فيه إلو استعمال تاني بالمصرحية لازم تحضروا المصرحية عشان تعرفوه حالو مهم نعرف وين في عروض للمصرحية عنا بتمان الشهر بدلية الكرمل عنا بالناصري عنا بحيفا عنا بالجولان كان عنا بالقدس بالرملي عنا فيه جولة عروض وين المشاهدين يعني بقدروا يعرفو عن في أماكن مختلفة رح ينشر عننا رح ينشر مثلا بدلية الكرمل بالنقاب بحيفا بالميدان بالناصري بسينمانا حالو يعني قريبا جدا رح تكون كل التفاصيل عندكو بحب إنه جمهور يجي ويحضروا عن جد مادة اللي تستاهل مش من زمان يعني كان في كمان عمل نسائي جماع ثنائي كمان فننتين رنين بشرات اسكندر وحنان حلو عيب الواحد يحكي عيب الحكي اليوم في عنا خولة وفي عنا هي صورتك كمان أنا ورنين مع رنين بشرات مأنه ذكرناها اليوم أنت وعنات عم تعملوا قديش في تشابه بالقضايا بالهم النساء اللي كانوا تروحون ويطرح به له بخولة تطلع لا شك إنه فيه إشياء بتشبه أكيد يعني القضايا النسائية وينما تروح وينما تنعرض أكيد بدي تكون تشبه يمكن الصيغة الفورمات بيختلف أما فيه أكيد قضايا اللي بتشبه لكن هاي مصرحية اللي هي مصرحية مكتوبة اللي هي فيه إلى بداية وسط ونهاية مش مجموعة سكيتشات شوي بيختلف من ناحية الهاي بس القضايا إنه آه بتضلا حتى لو أنا ومرأة مصرية ومرأة تركية ومرأة أكيد القضايا آه بنرجع صورة لو سمحتوا مع الفناني رنين بشرات اسكندر موجهلة تحية والإشيالة رنين مسي عليها بالخير كنا نحكة عن إم خليل ورنين عندها إمنا إمنا كمان شخصية جدا حلوة أول إشي رنين هي بنادمي أنا بتقرب للناس الصدقين عن جد هيك العفويين الطيوبين وهيك مع إنه أنا قليل فيش عندي كتير أصحاب من الوسط الفني عندي كتير معارف بس إنه تقول لحدا صديق أو رفيق طلعا أمل مرقصي رفيق رفيق الضرب اللي ربينا مع بعض وكبرنا مع بعض رنين صديقة اللي بتحس بالعفوية بالطيبة بالاحترام بالتعامل يعني أترك إنه هي فنانة على مستوى جدا جيد وأكتر منيك وهاي بحكي بال إنسانية من مستوى الإنساني فلا شك إنه إذا هي إنسانة هلأدي طيوبة لا شك إنه الشخصية اللي بدأت تعملها بدأت تعملها بالصدق لما رنين بتعمل أم أمنا بتاخد كمان قضايا ليه كتير قريبة مننا ومني من كل النساء يعني إذا بتطلع على أني أنا حضرتها هذيك المرة بعرض بترشيحة إذا بتطلع على النساء اللي أعداد بالقاعة كل هياتنا مش بشرط بالشكل بالقضايا كل هياتنا بنشبه بعض فلما بدأت تحكي على شغلة إلا ما تصيب مية مننا الأعداد بالقاعة صحيح صحيح فمن وجهلة تحية أكيد لرنين فعلا كمان صورة بتجمعك مع الفناني رنين بشراءات اسكندر والفنان جورج اسكندر أيضا هم أصدقائنا أصدقاء عيلي مش بس وين هي الصورة كانت؟ حفلة فيوليت فيوليت سلامي أنا من المعجبات جدا بحبها كتير سيت فيوليت سلامي بوجهة تحية جهلة تحية كمان الكبيرة فيوليت سلامي فكر أنه هي هالأد قديرة ولي فيش كلام يعني مش لازم أنا أعطيها وصف إشي بس أنه آه حفلاتها هالأد فيوليت حتى انتقائية بإطلالاتها الإعلامية يعني فيوليت مش بكل وقت بتطلع ومش وين ما كان بتطلع بس كانت معك بوليت كانت عندنا فيوليت أكيد كان المشارة بينه تكون عندي فيوليت فعلا فعلا تحدثنا عن رانين بشارات وجورج اسكندر على فكرة جورج بأنوياته بمسرحية أم كلثوم هيك أنا عرفته أنا ما كنتش أعرفه قبل كنت أعرفه طبعا بالقصوم كفنان ونيلت إيه هيك هاي باي بس إنه بالعمل أم كلثوم تعرفنا على بعض تعرفت على بنادم هل أدي صادق هل أدي طيوب هل أدي إنسان اللي بتشرف إنه أنا آنوياته ورنين وفؤاد جوزي إحنا بعلاقة هل أدي طيبة بتشرف فيه ببدا أتوقف بس بما أنه عم نحكي عن يعني الصدقات الفنية قبل ما نروح لهاي الصورة من مسرحية أم كلثوم الصدقات الفنية أديش هي صدقات صادقة خولها يعني أديش اليوم تقدر تقولي إنه هاي الفناني صدقا صديقتي هاي الفناني اللي لما أكون مزعوجي بطسل بحكي لها لما أكون متدايقة بطسل بحكي لها وأديش بتقولي إنه لأ بين الفنانات والفنانين ما في صداقة طلع ما هم الفنانين هم بنا أدمين هم زي أي أصحاب في منن اللي أنت بتحب تقرب منن في منن اللي لا زي أنت أنت مش أصحاب مع كله ولا تصفك اللي كانه ولا تصفق مزبوط إلا يضل حدا اللي أنت بعلاقه غير سكي بس دوله يعني الكار بالأخص الفنانين هذا الكار ما فيه صدقات أو بديش عشان ما أظلم الفنانين الأشخاص اللي تحت الضوء يعني كل شخص تحت الضوء بقولك كتير صعب عليك وفي عنده صديق كمان من تحت الضوء طب إذا أنا بدأ أحكي لك من صديقاتي عشان تشوف إنه فيه إشياء أمل مرقص هي من المجال وهي صديقتي رجالة كمان تحيي لأمل حبيبة قلبي أمل روضة سليمان كمان تحيي لروضة وإحنا اشتغلنا عفكرة اشتغلنا مع بعض بعمل نساء ترواضة باليابان وقعدنا فترة باليابان مع بعض إنت وإنت بتعرف البنادم بالسفر لما تحتك فيه منيح وإنت بتحتك فيه منيح لما إنت بتكون مثلا مسافر بتقضي إنه مش أنت مقضي بس ثلاثة أربع ساعات معاه قعدت بقهوة شربت فنجان قهوة وتحدست وهيك لا فيه إشياء أكتر منيك وأعمق منيك لما بتقضي مع بنادم زي روضة بخارج البلاد فترة من الزمن بتنحك وبتحتك فيه بتاكل إنت وإياه وبتنام إنت وإياه بتشرب إنت وإياها بتحس قديش هي إنساني وأخت وأم وبنادم هالقضي طيوبة فإذا كانت ممثلة أو دكتورة مش رح تفرق المهم إنه هي إنساني عن هالشكل فهناك بعدي مثلا بعدي العمل باليابان رجعنا أنا وروضة مع إنه كنت أعرفها من قبل بس من بعيد بس لما نشتغلنا مع بعض وهي من المجال وهي صديقتي يعني أمل وروضة عنات حديث صديقتي وحبيبتي وعنات بتقول عن هذول صديقات ورنين صديقتي وحبيبتي يعني إنه في ناس بلا وفي ناس أقل في ناس تكتفي بإنيك تكوني معرفة معا يعني تكونوا زملاء طلع كمان إنه عن جد تعال نحكي بصراحة إحنا الناس اللي بهذا المجال ناس شوي مزاجيين كتير مزاجيين هذا إشي مش عيب كتير مزاجيين باعرفش إذا لا أنا بقول لكي كتير أنا بحكي عن نفسي أنا بنادمي اللي قديش أنا يعني أنا على المسرح ممكن أكون عاري مش عاري جسديا إنه أكشف كل مشاعري وكل هاي لكن بحياة الشخصية أنا كتير مسكري على نفسي كتير بحافظ منغلقة منغلقة على عيلتي وعلى بيتي مثلا أنا ولا بإشي من السوشيل ميديا أنا مش بالإنستجرام هذا كان يعني هذا كان واحد من أسئلتي خولة يعني اليوم فناني مسرح سينما بكل محال ما عنده سوشيل ميديا مش لإني دقق قديمي مش لإني بقى منش إنه هاي وسيلة هاي بس أنا بقول أنا لما بشتغل بالتلفزيون أو بالسينما أو بالمسرح أو بأي إشي عام بوقف قدام جمهور أنا هلقدي مكشوفة ومنكشفة أنا مش بحاجة لأكتر منيك مش أنت بتحدد المساحة التي تنكشف فيها بالسوشيل ميديا خولة يعني اليوم أقول لك بطل حدا يحدد مساحة أنت بتكون أرجتك شفنا هلق صورة من حفلة يوليت أه أكم من مرة أنت بتكون موجود بمحل اللي أنت بتلاقي حالك شريك بمقطع فيديو اللي أنت مخترت تكون شريك فيه أكم من مرة أكم من مرة بتشوف حالك بصورة أنا مثلا بقول لأصدقائي وهي أنا إشياء شخصية بحبش تنحط على الفيسبوك ممكن صورة ممكن إشي هاي بس إشياء شخصية لو أنا بدي كان أنا طلعتها على الفيسبوك وحطيتها بطل فيه خصوصية ولا احترام للخصوصية نقول أنا اخترت أنه أعيش بهذا الشكل أنه أنا ما أكونش بهذا بهذه المساحة الشبكات الاجتماعية مساحة التواصل الاجتماعي أنا اخترت مظبوط طب احترم اختياري أنت بدك تكون كون زي ما بكت بس يمكن كتير ناس إسا عم تحضر بتقول أنه مش معقول بعيد في حدا مش موجود على السوشال ميديا خو لا اتطلع المسرح موجود أنا إذا كان بمسرحية موجودة أما خولة بحياة الشخصية ليش أنا إذا أنا مسافر على باريس لازم كل الناس تعرف ما بتفكر أنه اليوم كمان في كتير ناس وبالأخص كمان مرة الناس اللي تحت الضو بمجالات مختلفة السوشال ميديا عم تفتح أفاق عمل السوشال ميديا عم تفتح فرص جديدة يمكن لإلهن يعني اليوم بإمكان مخرجين أو منتجين من كل مكان يعرفوا خولة كفناني فلسطيني للأسف الشديد معتم علينا احنا شئنا أم أبينا أبأنا أم أبأنا معتم علينا بتفكريش أنه أجتنا هالمساحة لشوي ننكشف إلى العالم لشوي يعرفوا بمجال الشغل آه بمجال نقول أنت بشغلك أنا بشغلي فلان بشغله آه بس إذا يعني إذا تصفي بس أمور العائلية والشطحاتي وشماتي الهوى وبتعرف قديش هاي إشياء ممكن تدايق مرات ناس أنه يعني أنه في أزواج أو عائلات أو هاي بتطلعوا أنه هدول كل الوقت على الصور وحلو ولذيذ هل كله صدق هذا لا وفي كتير إشياء بتضحك يعني في أشخاص اللي أنت تعرفيها بشكل شخص وأنت فاهمي كتير إشياء بقلب البيت ومرة واحدة بتشوفها على السوشال ميلي عشان يكونوا يجبونون إحنا منحدد هاي المساحة بدنا نروح لنشوف صورة أخرى من مسرحية القلتوم هذا العمل المسرح خلالي نشوف الصورة مسرحية القلتوم مع جورج سكندر الممثل الفنان المبدع صديقه حبيب قلبي وأرك مشعالي وقاليت كيقات حكينا على الأعمال اليهودية العربية العمل اليهودي العربي هو بشبه الواقع اليهودي العربي إحنا عايشينه مسرحية فبعمل إشي حلو بعمل بجيب هذا الميكس بطريقة هالأدية حلوة وصادقة وانت انت تخيلت أنه يقعد شخص يهودي بتيل افيف يحضر عرض عن حياة أم كلثوم لشت أنه هذا الإشي مثلا يهمه هل هو يعرف عنه على فكرة مش بس بحكة عن الشرقيين لأنه مش بس شرقيين عراقي حتى الأشكلة زيين كمان حتى آه بيجوا بحضروا عن أم كلثوم أنا حسب رأيي هذا إشي قيم أنا أفتخر بأم كلثوم أنا بفكر إنه أم كلثوم هذا أكتر من تاريخ هاي إشياء لازم تتخلد آه مش الصح إن الكعكة ولا هاي أنا أفتخر بشخصية عن هالشكل أفتخر بإنه المجتمعات تعرف عننا أفتخر إنه المجتمعات تعرف هذه المخلوقة الفناني قديش أثرت على الفن على السياسي على المجتمعات عامة مش بحكي بس على المجتمع المصري مش بس بحكي على المصريين على العالم العربي على العالم شكل عام فعلا هذه كانت شخصية اللي هي أثرت على السياسيين أثرت بمصار سياسي معين بدولي هذه من أدمي إلى ثقلها غير إنها هي صوت غير إنه هي شخصية حضور فعلا كل إشي أنا أفتخر بوجود شخصية عن هالشكل وأفتخر إنه الناس تعرف عن هاي الشخصية شو اللي بشد المتلقي اليهودي الأشكنازي يعني نحن ما بنحكي الشرقيين لأنه شرقيين أم كلثوم جزء من ثقافتهم ما في شك اليوم شو اللي بشد اليهودي الأشكنازي أو الغربي إنه ييجي ويقعد ساعة أو ساعة ونص يحضر عرض يتحدث عن أم كلثوم تعرف إيش عنده كتير اختيارات إحنا حكينا قبل إنه ليش إحنا بنعرضش بمسارحنا وهاي قلتلك إحنا مسارحنا بعده بخطوات الأولى هم خطوات تقدموا عننا هم صاروا يقدروا يأخذوا إشياء اللي آه بس عشان حب الاستطلاع آه عشان يتعرف مجتمع على شخصية أو على نوع فن أو على إشي هني متقدمين خطوات عننا بالمسرح يعني الواحد يحكي بصراحة إحنا مسرحنا حتى ولو إحنا موجودين بنفس المحل هل مسرحنا يوازي المسرح اليهود الإسرائيلي مش من ناحية المستوى من ناحية وين إحنا وصلين لا فالأشياء اللي هن عم بنكشفوا عليها الكمية والاختيار أوسع بكتير إحنا الاشياء هل قد بتضل بعد هاي السنوات الطويلة والكم الهائل من الفنين الفلسطينيين اليوم يعملون مع المسارح الإسرائيلية بعدنا مش غادرين نجيب الأدوات اليوم انتو كفننين خولا حضرتك ومجموعة زملائك وزميلاتك الفن والفنان تعاملوا مع المسارح الإسرائيلية بعدكم مش غادرين تجيبوا الأدوات اللي تستعمل في المسارح الإسرائيلية وتحطوها بالمسارح العربية تقولي نحنا عم نجيب جيبولنا ميزانيات هقولك انا موجودة كمان بمكتب الوزارة وزارة الثقافية انا بعرف انه في ميزانيات بس اللي انا بدي اقولك اياتهم طول ما احنا فش عنا جمهور اللي ييجي باجري على المسرح ولا يمكن المسرح يتطول لانه المسرح هو الناس اذا انا ممكن اعمل مسرحية في مستوى جدا عالي وعننا كادر اللي بيقدر يعمل مسرح بمستوى عالي احنا لا نفتقر للممثلين او المخرجين احنا بنفتقر بس للجمهور كل ما بصير اجر اكتر على المسرح كل ما بصير انا هأحم واتجرق انه اعمل اكتر حتى اصير اعمل بنفس للمسرح احنا بنتأمل انه عن جد الجزء المهم بالمسرح هو الجمهور سينمائيا انت راضية عن المتلقق الفلسطيني للسينما الفلسطينية يعني وضع السينما احسن من وضع المسرح اليوم خولها انا بفكر انه الاشيان بشبهوا بعض انه تكون راضي ولا مرة بتكون راضي اما انه انه فيه طلع كمان بلاش ما نتطلعش على نص الكاس الملاني فيه اشياء عم بتصير فيه اشياء حلوة عم بتصير وفيه فنانين اللي عم تطلع اللي اه بتشرف و اه محترمي و اه عن جد بتوصل للعالم و للعالم العربي مش بس العالم العربي اللي العالم عامة اللي فيه اشياء اللي كمان بلاش يعني نقلل منقمتها ونحطها نقلل منقمتها ونحطها على جنب فيه اشياء حلوة عم بتصير فيه خطة واثقة اللي عم بتصير فيه مبدعين سينمائيين ما فيه شك احنا اليوم خولها اليوم احنا ما مننكر كل التفاصيل اللي حكيتها بالعكس واحنا نؤكد ونشدد على اللي بتحكيه واكبر دليل يعني الاعمال اللي عم نشوفها بالسنوات الأخيرة سينمائيا مخرجين اللي عم بوصلوا لكل مكان طلع لما طلع المخرج هاني ابو اسعد يعني اليوم عم بعرض فيلم هوليوودي بكل مكان يعني هذا هذا فخر كبير لإلنا وفيلم بكل معنى الكلمة فعلا انه بتخجلش بأي بأي تفصيل فيديو فعلا احنا بنتأمل كمان يعني المطلقة يكون داعم للمسرح يكون مؤمن بالمبدع الفلسطيني يعطي الكريدت للمبدع الفلسطيني مش بس لما يصدروا لنا إياه من الخارج نقامل فيه وللأسف هذا اللي عم بيكون وكمان على عاتق الجمهور بتقع شغلة كتير كتير مهمة قصة الفيلم هي مش قصة مجتمع إحنا دايما منيجي من عمم نقعد نقول عملوا هيك عن النساء المسلمات أو النساء المساحيات أو عن المثليات أو عن هاي شو كل مجتمعنا هيك لا هاي قصة من مجتمعنا ومجتمعنا ما لان فيه قصص الفيلم هو قصة من هاي القصص اللي بيجبوها بيبهروها وبيملحوها وبيعملوها إشي زاكي إشي سينمائي ولا درامي إشي سينمائي اللي تقدر إنتي تنجذب لإله إلا أنه تحضره بس هل هو كل المجتمع هيك لا بس يا عم هل هو جزء من المجتمع آه صحيح جزء من المجتمع تلقى ممكن تعطي نقدك بس غالبا فادي غالبا نقد وين بيروح على الفحوة والمضمون أكتر من على المهنية أو على الفن أو على وعلى كيف نعمل وكيف يتركب هذا العمل خبرا الحديث معاك عن جد لا يومال والله العظيم يعني فيه فنانين اللي دايما بتحس بعد في عندك شو تحكي معاين وبعد يعني إذا بتفتح موضوع ممكن تأخذ منه كتير بس لأسف وقتنا خلص يعني شو دعا يعني أنا مبسوط أني كنتي محستيش لأن أنا عن جد كمان محستيش كيف مرأة هذا الوقت وعن جد إحنا بنتأمل أنه دايما تكوني موجودة معنا إعلاميا شرفني عن جد وانتو دعا أنا شوية مقلة ليش أنا بقول لما عندي عمل باجي بحكي عنه لما ما فيش عندي إش جديد ليش تنه الواحد يضلوا يعيد نفسه لأنه مشكلتنا أنه اليوم خولة منفكر أنه لما ييجي الفنان على الإعلام بس بيحكي عن أعماله الفنية أنا اليوم حكينا بكتير تفاصيل فنية ولكن صدق المشاهد هلأدي بيكون مبسوط لما يسمع رأيي الفنان بتفاصيل متعلقة بالمجتمع وتفاصيل متعلقة بالسياسة وتفاصيل متعلقة بالسياسة وتفاصيل متعلقة بالأمور أخرى بعيدا عن الفن فكر اليوم الجمهور شاف هذا الشق منك وإحنا بنحب نسمع دايما أراء الفنانين بتفاصيل بعيدة كمان عن الفن بفكر بيحقلنا والمشاهد بيحقلوا ولا شو رأيك؟ ويقرر إذا جاء باله بحكي لأبوك هلو سهلا فيك وإحنا فعلا يعني أنتو الأشخاص اللي بدأتوا يعني مسيرتكو الفنية البداية ما كانت سهلة وصلتوا إلى ما وصلتوا علي حضرتك ومجموعة من الفنانين إحنا منرفع رأسنا فيك ومنفتخر فيك وعن جد خولة لأن الطريق ما كانت سهلة أبدا أمامكو نحطوا بالصخر لحد ما وصلتوا اليوم خولة الحاج ديبسي شكرا جزيلا على حضوري كتير استمتعت معاك كل عام أنت بألف خير ويعطيك ألف عافية شكرا شكرا خولة الحاج ديبسي هيك بكون وصلنا إلى ختام هاي الحلقة من شو البلد ما تنسوا تتابعونا عبر صفحاتنا المختلفة على السوشال ميديا اللي خولة ما إلها علاقة فيه ولكن بتأمل يكون انتو لكم علاقة فيه مساواة شانل فيسبوك وتويتر تطبيقاتنا المختلفة عبر الأبستور والأندرويد قناتنا الرسمية عبر اليوتيوب موقعنا مساواة شانل دات كوم عبر الانترنت